أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم يأتي ذلك فيما يتوجه مئات الألاف من النزحين يوميا من الشمال إلى الجنوب بحثا عن ملاز آمن مع تواصل تهديدات سلطات الاحتلال في الوقت الذي تتحدث فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عن هدنة يومية لبضع ساعات في قطع غزة لسامح للمدنيين الفلسطينيين بالخروج من المنطقة التي تشهد قصفا شديدا يعكس الوضع على الأرض شيئا آخر مع قصف الاحتلال المستمر الذي طال كل شيء ومع إطباق الحصار على الأهالي داخل القطع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن إسرائيل ستبدأ بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم مع الإعلان عنها مسبقا قبل سلاس ساعات مشيرا إلى أن واشنطن حصلت على ضمانة بأنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في هذه المناطق خلال فترة الهدنة يأتي ذلك فيما يتوجه مئات الألاف المترجلون يوميا من الشمال إلى الجنوب بحثا عن ملاذ آمن مع تواصل تهديدات سلطات الاحتلال يفرون من الموت إلى الموت حاملين أطفالهم لا يجدون حتى ما يسد رمقهم عاجزين عن تهديئة الصغار أو تخفيف روع الكبار فلا مكان آمن مع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية للقطع مشاهد الجسس والأشلاء ورائحة الموت هي المرافق الوحيد لهؤلاء خلال رحلة الموت المحفوفة بالمخاطر ولكن لا مفر من النزوح القصري الذي أكبرتهم عليه سلطات الاحتلال ويتكدس مئات الآلاف من النازحين في جنوب القطع الصغير المحاصر في ظل ظروف كارسية وتنضم إليهم يوميا حشود من الرجال والنساء والأطفال الفارين من نيران آلة القتل الإسرائيلية ولكن لا ماء ولا غذاء ولا مخابز لا ملامح للحياة تساعد على الحياة ترجمة نانسي قنقر